اسرائيل تعلن مسؤوليتها عن مقتل مسؤولا عسكريا كبير في حزب الله وتقارير تؤكد أنه أعلى مسؤولا يتم مغتياله تحقيق أممي يتهم اسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب منذ انضلاع القتال بينهما حكم دارفور يتهم حزب الأمة بأنه شريك في جرائم قوات الدعم السريع لمشاركته في إداراتها المدنية المستشار العسكري لخامناء يقول أن على الشعب أن ينتخب رئيسا لا يتخالف مع المرشد أهلا ومرحبا بكم مشاهدين إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث أفاد مراسل الحدث بإطلاق 160 صاروخا من جنوبي لبنان باتجاه شمال إسرائيل وبإسقاط مسيرة إسرائيلية في لبنان بصاروخ أرض جو من جانب أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض أغلب صواريخ حزب الله وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الجيش مستعد لرد قوي من حزب الله هذا وأفادت مصادر الحدث بأن عملية الاغتيال في لبنان أمس التي قتل فيها أربعة قادة من حزب الله تمت بعد مصادقة نتنياهو عليها ولع الخبط ولعات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من بيروت ينضم إلينا مراسل الحدث محمود شكر أهلا ومرحبا بك معنا محمود آخر المستجدات من حيث أنت في هذا المشهد المتصاعد حقيقة وأيضا إذا ما كان هناك أي تحركات من الممكن أن يتم رصدها كاستعداد أو ردود من قبل حزب الله كما توقعت إسرائيل أن يكون الرد قويا نعم حزب الله فعليا على الأرض هو بدأ بعمليات الرد مع ساعات الصباح الأولى ولكن إذا أخذت البيانات التي أشار إليها الإعلام الحربي بالعمليات التي قام فيها إن كان باتجاه قاعدة ميرون وحدة العمليات الجوية للتحكم والسيطرة في المنطقة الشمالية أو أيضا ما تسمى بقيادة منطقة الشمال العسكرية أو أيضا المعمل العسكري في زرعيت نعلم إلى أن هذه الأماكن كان في الفترات الماضية قد استهدفها وعلى عدة فترات ولكن الجديد في هذه العمليات هي الكثافة من حيث أعداد الصواريخ في الفترات الماضية كان يقوم بإطلاق من 20 إلى 40 إلى 50 صاروخ على دفعة واحدة أو 60 اليوم نتحدث صباحا عن دفعة واحدة ما يقارب 160 صاروخ باتجاه الأهداف الثلاثة فضلا على أنه قام بعد ذلك ليس بتهدئة الجبهة على المستوى الميداني إنما ذهب إلى عمليات التصعيد بعدد كبير باتجاه المواقع الإسرائيلية إذا أخذنا الإعلام الحربي أيضا بحسب البيانات نجد إلى أن العمليات توزعت على طول الجبهة من سعسة إلى زرعيت إلى الرمثة إلى السماقة إلى أرامية ما بين القطاعات الشرقية والقطاعات الغربية وأيضا القطاع الأوسط الإسرائيلي من جهاته حتى هذا التوقيت هو يقوم بعدد كبير من الغارات الإسرائيلية باتجاه بعض المواقع أو المنازل كما حصل في بلدة ياطر التي أغار عليها على ثلاثة دفعات بثلاثة غارات كانت آخر غارة منذ حوالي العشرين دقيقة ولكن يظهر من خلال أيضا المواقف السياسية التي رافقت تشييع قائد الذي يعتبره أهم شخصية عسكرية على الجبهة الجنوبية وهو من الرعيل الأول الذي قاتل في البوسنة والعراق واليمن وسوريا وهو يعتبر القائد الميداني الأول في القطاع الغربي لمنطقة جنوب لبنان إلى أن التصعيد هو على قدم وساق باتجاه الجانب الإسرائيلي الرئيس التنفيذي لحزب الله الشيخ هاشم صفي الدين هو أشار بهذا الموضوع وقال إلى أن إسرائيل ستأن وتبكي أيضا بمعنى إلى أن العمليات العسكرية على المستوى الميداني ستتصاعد خلال الساعات القادمة في الفترات الماضية كنا نشاهد عند إسقاط طائرة بأن إسرائيل تقوم بعمليات إغارة باتجاه العمق اللبناني هذه المرة كان الهدف من الصف الأول بمعنى إلى أنه أول نقطة ارتكازية للحزب في جنوب لبنان وهذه المسألة بطبيعة الحال لها ارتداداتها وحساباتها على مستوى التطورات العسكرية الميدانية على الأرض سنشاهدها في الأيام القادمة أو أيضا في الساعات القادمة ومع الزملاء كل جديد من بيروت كنت معنا مراسل الحدث محمود شكر شكرا جزيلا محمود من بيروت ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي مجيد مطر أهلا ومرحبا بك معنا سيد مجيد هل فعلا في هذه الحادثة وهذا الاستهداف لهذا القائد من حزب الله الذي صنف بأنه ربما أعلى درجة من أي استهدافات سابقة أمام مشهد متغير تصعيدي تختلف فيه وتتغير كل قواعد اللعبة التي شهدناها على مدى الشهور الماضية هل هذا جائزا ومتوقعا الآن؟ مساء الخير أعتقد أن الكرة الآن في ملعب حزب الله حيث أن هذه الضربة قد وصفتها جريدة الأخبار التابعة لحزب الله بأنها لئيمة وقاسية ولكن لا أعتقد أن حزب الله سيذهب إلى مرحلة ما يعرف ما بعد قواعد الاشتباك أي الحرب المفتوحة لأن حزب الله بطبيعة الحال يخود معركته على خلفية أن القرار بالحرب الكبيرة ليست بيده أما بالنسبة لإسرائيل ستتوقع من حزب الله ضربات أكثر جدية وأكثر هزية إنما أيضا ستتم احتواؤها من قبل العدو الإسرائيلي على اعتبار أن إسرائيل لا يمكنها أن تفتح جبهتين فبالتالي سنجهد من ضمن قواعد الاشتباك إذا صحت التسمية مواجهات وقصف نوعي من الطرفين وأن يكون لإسرائيل اليد الطولة نتيجة لتفوقها العسكري والاستخباراتي والتقني طيب السؤال الذي يطرح ربما إذا ما كان هذا القائد بهذه الأهمية وفقا لتصريحات حزب الله بشكل خاص حول أهميته وربما طبيعة الرد الذي سيكون يوازي هذا الاستهداف لماذا لا يكون هناك إجراءات احترازية وتدابير أكثر حرصا من جانب حزب الله لكي يسلم هؤلاء لماذا لم نرى حتى مع تكرار هذه الاستهدافات أن هناك إجراءات قامت بها أو مسارات قام بها الحزب ليضمن سلامة على الأقل من يراهم في الصفوف الأولى بالتحليل أعتقد أن انخيرات حزب الله في الحرب السورية أتاح لإسرائيل أن تقوم ببناء هرم معلوماتي عن الحزب وتحركاته طيلت فترة السنوات وبالتالي أن إسرائيل ما تبديه من تفوق تقني ليس وليد اللحظة إنما هو نتيجة مراقبة دقيقة لعمل حزب الله وقتاله داخل سوريا وعندما بدأت طفان الأقصى وانخراط حزب الله فيه كان لدى إسرائيل معلومات كبيرة وواضحة استخباراتية إن عبر التكنولوجيا أو عبر استخبارات أعتقد أن حزب الله حتى في سوريا لم يعد لديه بيئة آمنة وفي لبنان أيضا كذلك لم يعد بإمكانه تجنب الخرق الأمني حتى وضعت الهواتف النقالة على حالة صامت إنما هذا لا يقلل من أن مقتل هذا القائد في الجنوب يؤكد على جدية أن حزب الله قادته فعلا على الجبهة وهم جديون في القتال واستهداف هذه الشخصية يؤكد أن حزب الله يخوض معاركه على الجنوب وهو يتوقع هذه الخسائر وإن كانت مؤلمة كثيرا بهذا النوع من القادة المتمرسين إنما أعتقد أن حزب الله نتيجة خبراته العسكرية قادر على أن يطرح البديل سريعا وهذا لا يقلل من أن الاستهداف الذي قامت به إسرائيل هو مؤلم جدا وهو تطور نوعي يؤكد على أن إسرائيل تملك بنك أهداف وقادر على تنفيذه في أي لحظة وفي أي صغرى أمنية يبديها حزب الله في الجنوب هل ما يحدث عندما نتحدث عن استهداف بهذه الدقة وبهذه القوة من حيث الشخص المستهدف هو دليل على الثغرات الأمنية من جانب حزب الله أم دليل على القوة الاستخباراتية من جانب إسرائيل وإذا كان الجواب هو القوة الاستخباراتية من جانب إسرائيل أو الدقة في الوصول لأهدافها لماذا لم تتمكن إسرائيل من استهداف أو تطبيق نفس هذه النظرية في أهدافها المعلنة في غزة فيما يتعلق في لبنان أعتقد تختلف المسألة عن موضوع غزة غزة لا أحد ينكر أن الدولة المصرية مسألة الأنفاق كان يغض الطرف عنها الجيش المصري مصر لا يمكنها أن تعلن ذلك كي لا تحرج نفسها وبالتالي كان بناء الأنفاق يتيح أكثر سرية تجاه إسرائيل بمعنى أنها لم تستطع أن تكتشف بسرعة كما يحدث مع حزب الله أما في الجنوب أن إسرائيل لفترات طويلة هي تراقب الجنوب هناك أكثر من عملية استهداف الضحية الجنوبية اللقيس تم اختياله في الداخل الأسنين العاملين الذين حضرتك ذكرتهما أعتقد أنهم متوفران في هذه الحالة بمعنى أن هناك خرق لدى حزب الله ليس في لبنان بل في سوريا أيضا وبالتالي هناك أيضا تفوق تكنولوجي لم يستطع إلى الآن حزب الله أن يعرف مكوناته وأن اعتبر في بداية الأمر أمين عام حزب الله أن التليفون هو الجاسوس الأول أعتقد أن هناك تكنولوجيا لم تعلن إلى الآن أبعد من هذا ولاحقا بعد أن تجد إسرائيل تكنولوجيا أخرى يصبح لدينا معلومات متاحة شكرا جزيلا لك من بيروت كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي مجيد مطر شكرا والله على الخبط والله على شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مقترح الرئيس بايدن أفضل فرصة على الطاولة لإنهاء المعاناة في قطاع غزة إذ يضمن المقترح إطلاق صراح المحتجزين ووضع مسار لإنهاء الحرب تلقينا رد حماس على المقترح وقد اقترحت تغييرات بعضها قابل للتنفيذ وبعض مطالب حماس بشأن الصفق المطروحة لا يمكن تلبيتها كان على حماس القبول بالمقترح المطروح على الطاولة كما هو من جهته قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال إن كل يوم يستغرقه التوصل إلى اتفاق بإنهاء الحرب يدفع المدنيون في قطاع غزة ثمنه باهظا نوجه رسالة للجميع أن كل يوم نخسره في هذا المجهود هو خسارة للأرواح والأرواح المدنيين والأبرياء يعني خلال الأشهر الثمانية الباضية للأسف نرى الكارثة تزداد يوما عن يوما ونرى مزيد من الضحايا خصوصا من المدنيين سواء كانوا الأطفال والنساء في قطاع غزة ولا شك أن يجب علينا أن نقف بموقف واضح نطالب بإنهاء هذه الحرب وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن التوصل لاتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة يتطلب تنازلا من إسرائيل وحركة حماس كما ذكرنا في عدة محطات سابقة مثل هذا الاتفاق يأخذ الطرفين الذين يقدموا التنازلات إلى حين الوصول إلى تسوية مناسبة والوصول إلى الاتفاق فنحن في دولة قطر مع شركائنا ملتزمون بجسر الهوى ومحاولة حل هذه الفروقات لأفضل وسيلة لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مصدر من الوسطاء في المفاوضات بين إسرائيل وحماس أن حركة حماس أدخلت تعديلات على المقترح شملت جدولا زمنيا جديدا لوقف النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل قطاع غزة بما فيها رفح ومحور فلادلف على الحدود بين غزة ومصر وأوضحت الصحيفة أنه إذا كانت التعديلات مقبولة فإنه من المرجح أن يشجع الوسطاء كل من حماس وإسرائيل على محاولة الالتقاء في مطالبهم عند منتصف الطريق ضمن مسار قد يأخذ ما لا يقل عن أسبوع مع الأخذ في الاعتبار الوقت الذي يستغرقه قادة حماس لإبلاغ الرسالة إلى صناع القرار في حماس القادة الميدانيين نقلت صحيفة يدعوت أحرانات عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رد حماس الذي سلمته الليلة لمصر وقطر يعني رفض الحركة لمقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن ووفقا للصحيفة طلع رئيس المخابرات الإسرائيلية دافيد بيرنيا على تفاصيل طلع على تفاصيل حماس وأشارت المصادر المطلعة إلى أن الحركة تغيرت المقترحة بأكمله توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى قطر لإجراء محادثات مع القادة هناك في وقت قدمت حركة حماس ردها على اقتراح قادة واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة وكان بلينكين أجرى جولة هي الثامنة له في المنطقة منذ بدء حرب غزة زار فيها مصر والأردن وإسرائيل كما شارك في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة الذي عقد أمس في الأردن من دير البلح وسط قطاع غزة ينضم إلينا مراسل حدث أسامة الكحلوت أهلا ومرحبا بك معنا أسامة أسامة هل تضعنا في الأجواء من حيث أنت الاستهدافات والضحايا وإذا ما كان هناك أيضا فكرة عن موضوع الجانب الإنساني وتدعيات القصف الذي يؤثر عليها بشكل كبير اليوم نعم قبل قليل وصل أربعة من المصابين من منطقة المغراقة هذه المنطقة التي تقع ما بين منطقة مخيم النصارات والنقطة الأمنية المقامة في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة هذا بسبب القصف المدفع المتواصل على المنطقة الشمالية لمخيم النصارات الدبابات الإسرائيلية الموجودة في محيط النقطة الأمنية وتحديدا في منطقة حاجز نتسارين في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة تطلق قذائفها بشكل متواصل وعلى مدار الساعة على كل مناطق والأحياء المحيطة لهذه النقطة الأمنية ولهذا الشارع الذي أقامه الجيش الإسرائيلي منذ بداية التصعيد والحرب على قطاع غزة والذي قسم قطاع غزة إلى نصفين وفصل شماله عن جنوبه والإضافة للتوغل البر الإسرائيلي حتى هذه اللحظة على الأطراف الجنوبية لمنطقة حي الزيتون أيضا في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة الدبابات تقدمت متجاه منطقة مفترق الكويتي في هذا المفترق مدخل منطقة حي الزيتون وأيضا على مقربة من النقطة الأمنية المقامة على شارع صلاح الدين تقدم تحديدا نقطة حاجز نتسارين في منطقة مدينة رفع حتى هذه اللحظة القصف متواصل تحديدا على المنطقة الغربية لأن الدبابات متواجدة في منطقة محور في لادلفيا وعلى الجانب الحدودي مع الجانب النصري نتحدث هنا على تدمير كل القرية السويدية في المنطقة الغربية لمدينة رفع بالإضافة لتجريف غالبية المنازل في المنطقة المحيطة في هذه المنطقة التي يسكنها ما يقارب من ستة ألاف نسمة في القرية السويدية في المنطقة الغربية لمدينة رفع نتحدث هنا على استهدافات منذ صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة كان هناك ثلاث استهدافات لمنازل سقط في هذه الاستهدافات لهذه المنازل سواء كان في منطقة حي الشجائية أو في منطقة الزيتون ثلاثة عشر ضحية وعدد كبير من الإصابات نقل إلى المستشفى المعمداني في كل ساعة المستشفيات تعاني وترسل تحذيرات أممية وتناشد الجميع بأن يتم إدخال السلار بعد أن نفات كميات السلار الموجودة في مستشفيات جنوب قطاع غزة ولكن هذه المرة المناشدات جاءت من المستشفيات في مناطق شمال قطاع غزة لأنها الآن مهدرة بالتوقف خاصة وأن أجهزة غسيل الكلة الآن بتوقفة أو غير موجودة بشكل كافي للمستشفيات الموجودة في شمال قطاع غزة سواء كان مستشفى المعمداني أو كان مستشفى كما الأدوان الذي عاد إلى الخدمة قبل أسابيع قليلة نتحدث هنا على نفاذ غالبية المواد الصحية والمستلزمات التي يحتاجها الأطباء من أجل تقديم الخدمة العلاجية حتى أن العمليات الطارئة باتت شبه مهدرة بالتوقف لعدم وجود سولار في المستشفيات لعدم وجود إمكانيات طبية وهذا ينعكس طبعا على المرضى والجرح الذين يصلوا إلى المستشفيات نتحدث هنا على نصف مليون مواطن حتى هذه اللحظة متواجدين في منطقة غزة وشمال قطاع غزة يعتمدون في حياتهم الطبية على مستشفى المعمداني ومستشفى كما الأدوان فقط وأما باقي المشافي في مناطق الشمال المدمرة تقريبا بشكل كامل أو جزئي فقط مستشفى شهداء الأقصى الذي نتواجد فيه الآن هو المستشفى الوحيد الذي يقدم الخدمة على جهة كاملة لكل المرضى والجرح والمصابين في المنطقة الوسطى بالإضافة لمستشفى الأوروبي في منطقة الواقعة ما بين مدينتي رفح وخدنوس أما باقي المستشفيات هي مستشفيات ميدانية وتعاني من تقديم الخدمة خاصة وأن هذه المستشفيات تقع بالقرب من تجمعات ومراكز ذا الإواء وفي هذه الأماكن الآن أصبح فيها تجمعات للمياه الصرف الصحي ترحى المنوامين داخل المستشفيات بعد عدم قدرة البلديات هنا في قطاع غزة على تقديم الخدمة سواء تقديم خدمة المياه للعائلات النازحة للمستشفيات أو محاولة تشغيل المحطات لمعالجة مياه الصرف الصحي شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات من دير البلح وسط قطاع غزة كنت معنا مراسل الحدث أسامة الكحلوت شكرا تفاقمت أزمة النازحين في شمال دارفور إذ قال ناشطون محليون يعملون في مجال الإغاثة بالولاية إن الأيام القليلة الماضية شهدت وصول أكثر من 34 ألف ناسح إلى محافظة طويلة على بعد 80 كيلو مترا غرب الفاشر هربا من المعارك وذكر مراسل الحدث أن الفاشر تشهد منذ يومين أعنف اشتباكات بين الأطراف المتحاربة منذ اندلاع القتال بينهم قبل أكثر من شهر حيث دوت أصوات القصف المدفعي في أرجاء واسعة بالمدينة الموت أصبح المظهر السائد في الفاشر نازحون يرهون للحدث شهدات صادمة عن ويلات الحرب في المدينة ومخاطر رحلة الهروب منها والحالة صعبة يعني فيه التدوين تقودوا كده بس في يعني تجيكم دانا تجي تسمع أصوات شنعنا طلعنا بالراه وتانيا فرين بالعربات جينا ووضع صعب والظرف صعب مع التواب تتمكن إنه تشيل حاجة تمشي باو قبل اليوم ذاته ما في حاجة طلعنا بهالة صعبة وما في أكل وما في شراب والبزة تصد النقل لنا حاجة مجينة به وهي وهس ممكن من دير لنا الميا والمستشفى والطعين بتاعة الأكل بس كنا الناس الجايين مشكلة الجايزات مشكلة الركوب خالي والليلة في أسر جات وفي أسر قائد الآن لسه مجات ما بقدر كلهم بجوه يجو حبة حبة من الخرطوم ينضم إلينا مراسل الحدث المقداد حسن أهلا ومرحبا بك معنا المقداد هذه ربما الأنباء والتوصيف بأنه اليومان الماضيان هما من الأكثر شدة في الفاشر ما الجديد وكيف من الممكن أن تنقل لنا الصورة من هناك بالفعل الصورة مأساوية للغاية في مدينة الفاشر وعلى الطرق التي يعني يخرج منها الفارين من ولاة الحرب في مدينة الفاشر خاصة بعد احتدام وطيرة القصف المدفعي والهجوم المتكرر والعنيف من قبل قوات الدعم السريع بهدف السيطرة على هذه المدينة التي تعتبر آخر نقطة يسيطر عليها الجيش السوداني بالأمس فقط احتدمت المعارك في ثلاثة محاور من المدينة من المحور الشمالي والشرقي والجنوبي وسقطت قذائف كثيرة جدا على الأحياء التي تسيطر عليها التي يسيطر عليها الجيش السوداني والقوة المشتركة الموقع على سلام جوبا في عدد كثير من الأحياء داخل المدينة وصلتنا أنباء بمقتل عدد من المتطوعين داخل الغرف الذين يقدمون الطعام المجاني في مدينة الفاشر لتخفيف وطأة الواقع الإنساني في مدينة الفاشر بعد أن كانت مركز للعمليات الإنسانية في الولاية ربما الأنباء التي تردنا أن الحركة النازحين من مدينة الفاشر إلى ولايات وسط دارفور وكذلك إلى شرق دارفور هي مستمرة على الدواب وعلى الأرجل وكذلك على الناقلات الكبيرة والأنباء تتحدث عن ظروف إنسانية قاسية يعيشها هؤلاء النازحون وهناك مطالبات كثيرة من المنظمات الحقوقية والمحلية بضرورة التدخل لتخفيف وطأة الواقع الصعب الذي يعيشه هؤلاء النازحون المنظمات محلية تتحدث عن أن 34 ألف نازح نزحوا من هذه المدينة باتجاه جبل مرة في ولاية وسط دارفور في المناء وأيضا في مدينة طويلة في المدن القريبة من هذه الولاية ربما العمليات العسكرية اليوم تركزت في الأحياء الشرقية والأحياء الشمالية سمعت أصوات القصف المدفعي ظهر هذا اليوم بصورة متقطعة لكن تبقى الصورة الإنسانية قاتمة وقاتمة للغاية في مدينة الفاشر بتواصل هذه المعارك في المدينة وكذلك في الأحياء المختلفة هنا الوضع في الخرطوم لا يختلف كثيرا ربما وطأة الواقع الإنساني أصبحت تؤثر على جميع من هم في العاصمة السودانية نحن نتحدث عن انقطاع دائم لخدمات الكهرباء وكذلك وليس من حيث الاشتباكات والتصعيد العسكري أم في كلا الجانبين مشابه الوضع في كلا الجانبين الواقع هنا مشابه تماما لما يحدث في الفاشر ربما العمليات العسكرية في العاصمة هي أصبحت بصرعة يادية نحن نتحدث عن عام من الحرب وشهرين لكن العمليات العسكرية هي متواصلة اليوم استمعنا إلى صوات انفجارات متقطعة صباح هذا اليوم إثرقص مدفع من قبل قوات الدعم السريع بعدها ردت قوات الجيش السوداني على هذه التمركزات في جنوب وشرق العاصمة وأيضا في محيط سلاح المدرعات وكذلك تصاعدت أعمدة دخان طفيفة من محيط القيادة العامة الجيش وربما الآن تتصاعد أعمدة دخان من الأحياء الشرقية للقيادة العامة أحياء بوري وكذلك الآن باحية شرق النيل ربما الأجواء في العاصمة أصبحت اعتيادية بحكم طيلة أمد الحرب في العاصمة السودانية الخرطوم بمدنها الثلاث لكن الواقع الإنساني أصبح يؤثر بصورة كبيرة جدا على جميع سكان العاصمة سواء نتحدث عن أحياء جنوب الحزام أو الأحياء الشرقية أو مدينة بحري نعم فقدنا الاتصال مع المقداد ربما وينضم إلينا من إقليم دارفور مراسل الحدث صالح أبو علامة أهلا مرحبا بك معنا صالح ربما نقل لنا المقداد ما يحدث بالفاشر ولكن نريد منك أيضا بشكل إجمالي دارفور بشكل عام كيف هي الأوضاع فيها حركة النزوح وكل ما يمكن رصده فعليا مع استمرار هذه العمليات نعم مثل ما أتحدث زميل المقداد بأن هناك معاناة كبيرة يوجبها الحارون من المعارض من مدينة الفاشر لكن هناك أيضا عدد كبير جدا من السكان ماذا لباقيا داخل مدينة الفاشر بعض الأسر التي تحدثنا إليها وهي خارجة من مدينة الفاشر قالوا بأنها خارجة صعوبة في رسول على الجداء خارجة صعوبة في رسول على الجداء القوطية بغرض قطعة تزاكر بغرض إيجاد وسيلة للسفر خارج من مدينة الفاشر الذين يخرجون خارج مدينة الفاشر هناك من يتعرض للنام هناك أيضا من يتعرض للتحديد في عدد مدينة الفاشر الأوضاع عموما هنا في غلين دارفور هناك وضع إنساني صعب للغاية حتى هذه اللحظة الغوث الغذائي قليل جدا هناك عدد من المعسكرات سوى تغذية معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور رعاني كثيرا من سورة تغذية خاصة لأطفال وعشرات الأطفال يكونون يوميا بسبب عدم إيجاد غذاء وبسبب أيضا عدم وجود المسكويت الغذائي الذي كان يغدم من قبل المنظمات العاملة في المجال الإنساني هناك معسكر السلام أيضا بولاية جنوب دارفور هناك موت بين عشرات لكبار السن ولئة الأطفال وكذلك شبه مداعا في هذه المخيمات كما أنه أيضا بزالنتي والجنينة هي أيضا الأخرى تعاني عزت من النساء صالح يبدو بأن الصوت غير واضح عند المصدر ربما في نشرات لاحقة أيضا نستضيف صالح مرات أخرى من إقليم دارفور كنت معنا مراسل الحدث صالح أبو علامة شكرا لك صالح وأيضا الشكر لمراسل الحدث من الخرطوم المقدات حسن تهم حاكم إقليم دارفور مني أركو من ناوي حزب الأمة القومي بأنه شريك فيما سماها جرائم قوات الدعم السريع وذلك لمشاركته في الإدارات المدنية التي أعلنتها قوات الدعم في الأوينة الأخيرة وقال من ناوي في حسابه على منصة إكس إن حزب الأمة مستمر في شراكة الدم بتسمية عضو آخر بالحزب في الإدارة المدنية التي شكلت مؤخرا في نيالا بولاية جنوب دارفور على حد تعبيره وكانت قوات الدعم السريع قد شكلت خلال الأيام الماضية إدارة مدنية في ولاية جنوب دارفور أسوة بما طبقته سابقا في ولاية الجزيرة وأعلنت الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور التابعة للدعم السريع أمس الثلاثة عن تشكيل ما سمتها أول حكومة مدنية مستقلة عن السلطة التابعة للجيش السوداني وسيطرت دعم السريع على أربع ولايات من أصل خمس في إقليم دارفور في حين يحتفظ الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه بمقارها في ولاية شمال دارفور من باريس ينضم إلينا المحلل السياسي محمد الأصباط أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد نريد أن نفهم هذه التشكيلة اليوم بعيدا عن الاتهامات التي توجه بها السيد مناوي لحزب الأمة ولكن شكل المشهد بماذا يوحي وبماذا ينبئ من حيث من حيث التحالفات ومن حيث من ربما له الكلمة في الأيام القادمة؟ نفاق بصير أهلا طبعا أنتم معلوم بالضرورة أن الإدارة الأهلية في العالم وفي الغالث وعبر التاريخ هي تتصالح مع من يحكم وتجاري من يحكم لأن منطقة الإدارة الأهلية عادة أن مهمته هي التفاص على أمن وسلامة واستقراض ومن يحكمونهم في القبائل ومن يدينون إليهم بالولاء وبالتالي تاريخيا كانت الإدارة الأهلية تتعامل حتى في عهد الاستعمار كان زعماء القبائل يتعاملون مع المستعمر ويقدمون لهم بعض الحدمات وما إلى ذلك وبالتالي هذا الوضع الوضع طبيعي ومتوقع الإدارة الأهلية دائما مع من يحكم حتى في عهود الدكتاتورية والأنظمة السودانية التي عارفها سودان تاريخيا كانت الإدارة الأهلية على وفاق مع أنظمة الحق فهذا الأمر أمر طبيعي ومتوقع طيب هذه الاتهامات وهذا التشكيك بين الأطراف السودانية هل يعطي ضوءا في هذا النفق المظلم حقيقة إذا ما كان هناك أي مجال يوم للحرك السياسي للتفاوض للجلوس والحوار؟ طبعا الوضع حسب المنطقة التي تدور فيها المعارض كما هو معلوم بالضرورة أيضا أن أولئك بعض المناطق الاجتماع والولاء للقائد الإدارة الأهلية في أكثر من خمسة مدن سودانية دي وثانة الفاسر حتى قبل ثلاثة أشهر ثانة الفاسر يلتزم قادة في الجيش وقادة دعم السريع بعدم الغيام بأي عملية حربية داخل المدينة نفس الأمر تم في الضعير ونفس الأمر تم في الجلد وفي الفولة وفي الجليبات وظل قادة الجيش وقادة الدعم السريعي يمتزمون بما طلبوا منهم ذلك التحالف الذي يسمى الإدارة التقليدية من الطرور السوقية والإدارة الأهلية ولكن الآن الوضع اختلف الآن ظل تحول الأمر كما ذكرت وذكرت سيرون غيري أن السودان ينزلق إلى حرب أهلية الآن بدأت الانتماء والولاء والتحشيد ينتظر إلى التقسيمات أو الولاءات المقابلية والعفقية وبالتالي في منطقة مثل مناطق متعددة من كربطان ومناطق أخرى في السودان ستجدين الإدارات الأهلية تصطف حول من ينتمون إلى الغادة الذين ينتمون إلى أي من طرفي الحرب في بعض المناطق ستصطف الإدارات الأهلية خلف الجيش في بعض المناطق ستصطف الإدارات الأهلية خلف الدعم السريع وهذا طبعا من أكبر مخاطر هذه الحرب كما هو معلوم أن عندما يتحول الحرب إلى حرب أهلية يصعب التحكم فيها لو لا ننسى أن الفروب الأهلية التاريخية المعروفة بأنها أكثر ضررة مثل رواندا أو السرمات ثلاثة ونورة غبيلتان فقط أو مجموعة ثلاثة غبيلتان فقط أما في السودان الأحضرين أكثر من 500 جديدة ومجموعة العرقية وبالتالي إصبح الأمر أكثر سوءا ومستقبل أكثر إزلاعا وهل من ابتكر ربما أو خلق هذه الإدارات أو طرح هذه الفكرة ومضى بها كان فعلا يريد هذا التحشيد وهذا النوع من الاقتتال والتحول إلى حرب أهلية هل كان يدرك ذلك بضرورة لأنه كان واضح جدا أن البلد تتلقى الحرب هذه الحربة بدأ منذ أكتوبر وليس منذ أكتوبر بل منذ يوليو الماضي عندما تلعت حدث الجلينة وكان هنالك تصطي وقتل على العرق وعلى القبيلة وبالتالي كان واضح جدا أن البلد تتنزلق إلى هذا المنزلق كان يمكن محاصرته لأنه كان في منطقة محدودة جدا في منطقة غرب دارفور ولكن لأن قائبين حرب وكنت كما أسكر دائما ليست لديهم حساسية وليست لديهم معرفة وليست لديهم خبرة في إدارة الصراحة السياسية التاريخ الرجولي يشهد بأنهما الحيال الوحيد الذي يجعان إليه هو القتل ولا يملكان أي أدوات أخرى وبالتالي لم يقفاء أمام هذه المحاطط التي ستحرق البلاد وستحرق الأغنية كله ناحذ عندما تتحول هذه الحرب إلى حرب قبائلية وحرب إرقية وحرب أهلية السودان لديه حدود مع سبع دول ولديه قبائل مشتركة مع هذه الدول السبعة وبالتالي لن تبقى لن تبقى رقعة الصراع محصورة في السودان بل ستكون ممتدة بشكل واضح شكرا جزيلا لك من باريس كنت معنا المحلل السياسي محمد الأصباط أعادت مباراة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم الفين وستة وعشرين رسم البسمة على وجوه السودانيين في خضم حرب طاحنة تعصف بالبلاد حيث تغلب المنتخب السوداني على جاره جنوب السودان بثلاثة أهداف دون رد وبهذا يتصدر المنتخب السوداني مجموعته الذي تضم السودان السنغال جنوب السودان وموريتانيا وفي غضون ذلك أعرب عدد من السودانيين عن فرحتهم بهذا الفوز حيث طالب أغلبهم بوقف الحرب وعودة الأمن إلى السودان مشيرين إلى أن السودانيين يتوقون العودة إلى بلادهم في ظل سودان آمن ومستقر وموحد السودانيين استطاع أنه يعني عبر الإحداثين يعني رغم الصعوبة ورغم الحريب ورغم الحربين والحمد رب العالمين والذي تعمل إن شاء الله من سوداني بتنمنا من الشعب السوداني يمؤهمون للأضرار والأمن والرفاهية وإن شاء الله كلها ترجع السودان آمن ومتمين ومستقر أخوانا في جنوب السودان ظلوا يتمسكوا بأخواننا في شمال السودان والآن الظروف الحاصلة للدولة شمال السودان استقبلوها أخواننا في جنوب السودان بحفاوة استقبلوها بترحاب فتحوا البيوت فتحوا الأسر لموا الشعب الشمالي إلى الشعب الجنومي تعايشوا تواتدوا وإن شاء الله أقبنات أهل للنهايات والفرحة كلها أخواننا وإن شاء الله بإسم الله ونظر الله أن نصر حرحات السودان ورجع ألمنا لأمان وإن شاء الله نكون سودان واحد خطاء ومرحلة إن شاء الله مع كوروة نجام السينيقال حنبوز علم ونشوف المرحلة اللي بعدية والمنتخب قادر إن شاء الله يصلك هذا العالم ويفرح الشعب المنكوب على أمره نعم وإن شاء الله سنصل للنهاية بالأداء اللي أنا شايفه متخيل فعلا دي حاجة إحنا منقوم نزاق عين نحلم بأن السودان يلعب كاسعالم وإحنا نفرح بالسودان حقين هو حاجة بالشكل والله أعتقد أنه الجهاز الفني الحالي الموجود على المنتخب قادر إنه يتخطى المرحلة وهو تخطى الصعاب فالشي طبيعي جدا إنه نحنا ندأمل إنه يمشي صعاد المنتخب في كاس العالم بتزل المينا حاجات كثيرة جدا بتزل المينا المشاكل وبتحلح لنا يعني تكون السودان يعني بالرياضة دي ممكن مشاكلنا في السودان بتنتهي يعني هذا تقدم وإنجاز الإنجازة يعني كل الشعب السوداني ومتمنى للمنتخب يمشي أكتر من كده في كاس العالم أنا زهلت يعني بسطة شديد جدا ما قدموا الشباب دي يبقى مفروض نحن كشباب كعجائز كمفروض ندعم هؤلاء الشباب أول حاجة الشي اللي بيعملوا فيه دا أول نتائج الأحرازات أنا شخصيا والله العظيم إذا قالوا لي من الآن ترجع تاني الرياضة عشان تخدم الشباب دي أهلا والسعلا والله حاجة مفرحة وحاجة جميلة وشعور طيب والناس تستعامل متماسكة وبنعتبر أنه الحصل ده كله ما أثر في حياة الناس حتى حياة الرياضية والثقافية والحياة الفنية والناس مواسطة في المسيرة والحياة مستمرة وما في أي مشكلة والحمد لله واحد ما شاء الله أنا بتحمس حماس بكثير بمبالغ هذه الريفتاح يعني واحد ما أقدر أقول لك شهوره يعني شهور شهوره ما شاء الله قال اللواء رحيم صفوي المستشار الأعلى العسكري للمرشد علي خامنائي قال إن على الشعب أن ينتخب رئيسا يعتبر نفسه الشخص الثاني ولا يتحدث خلافا للمرشد في الوقت الحاضر نناقش مشاركة الشعب الإيراني في انتخابات يوم الثامن والعشرين من يوليو ونأمل أن ينتخب الشعب الإيراني رئيسا يتولى السلطة الوطنية ويحافظ على الوحدة الوطنية لإيران ويحل مشاكل إيران وعلى الشعب أن ينتخب رئيسا لا تتعارض آراؤه مع آراء المرشد الأعلى ويعتبر نفسه الشخص الثاني من لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر أهلا ومرحبا بك معنا سيد عارف هذه التوصية من السيد رحيم صفوي هل هي تخوف تجلى بهذه التوصيات أم أنه تأكيد للمؤكد تحية طيبة لك ولمشاهدين الحدث لفاضل الواقع بأن هذا الأمر مرتبط بشكل مباشر بانكماش مفهوم الانتخابات في إيران لعملية تصويت وحسب وليس ذلك المظهر الذي تتمظهر من خلال ربما روح الديمقراطية لذلك فيما يبدو بأن هذا الأمر أيضا مرتبط بثلاثة نغاط يريدها المرشد الإيراني الجانب الأول هو أن تكون هذه الانتخابات انتخابات مضمونة النتائج وربما مجلس صيانة الدستور من خلال رفض مجموعة من الشخصيات البارزة التي بإمكانها تتحدى المرشد الإيراني ربما يعني مبكرا غامبي بهذه أو هذه الانتخابات التي بإمكانها لا تشكل تهديد الجانب الثاني لا تعكر أو لا تؤدي إلى ما حدث بعام 2009 وذلك الاستفافات بين الإصلاحيين والأصوليين والنقطة الثالثة أن لا تعكر أيضا مسار الانتغال من الولي الفقيه الحالي إلى الولي الفقيه الغادم والذي فيما يبدو بأنه يريد أن يكون بملامح وبشخصيات معينة أهمها نجل علي خامني مجتبة خامني وبالتالي نعتقد بأن كل هذه الأمور تريد أن تكون السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية هي مساعد لهذا المسار الذي يريده المرشد الإيراني ومن هنا يجب أن لا يكون يعني مخالف إلى هذا المسار الذي يرسمه الحرس التوري ويرسمه المرشد الإيراني نفسه وإذا ما تمت هذه الانتخابات فعليا هل بالإمكان للشارع الإيراني إذا ما أراد التغيير أن يغير هل هذا موجود هذه الاحتمالية أو هذه الفرضية متاحة يعني أنا أعتقد بأن هذا الأمر فيما يبدو من خلال ربما الأمل في داخل النظام والاستفافات ربما تأتي من خلال بيزيشكيان وكيفية ظهوره الظهور الأول لمسعود بيزيشكيان المرشح للإصلاحيين كان ضعيف جدا وفيما يبدو بأنه لا يريد أن يظهر بالروح التي ظهر عليها مثلا روحاني أو خاتمي أو حتى من حسين موسوي لذلك ظهر بهذا المظهر بأنه يريد أن يكون شخصية تحت لواء خامني لكن المناظرات الغادمة هي ما ربما تبين كيفية البرنامج الذي يريده وبالتالي إذا استطاع أن يطرح مثلا مسائل مثل المسائل القومية لشعوب الغير فارسية ومسائلة مثل الحجاب وغيرها ربما يؤدي إلى تلهيب الشارع وبالتالي قد نشهد ما حدث بعام 2009 لكن هذا الخيار فيما يبدو واستنادا إلى الظهور الأول لبيزيشكيان فيما يبدو بأنه بعيد حتى الآن طيب إذا ما عدنا تاريخا إلى الخلف قليلا كان هناك بعض المرشحين لهذا المنصب يرشحون أنفسهم ومن ثم يتم انسحابهم للتخلي لصالح مرشح آخر هل هذا اليوم متوقع وإذا ما كان متوقعا من من الممكن أن يبتعد عن المشهد لإتاحة الفرصة للطرف الآخر يعني أنا أعتقد بأن بالإمكان أن نغسم هذه الربما المرشحين الستة إلى ثلاثة مجموعات المجموعة الأول هي المجموعة الرئيسية للتيار الأصولي تشمل غالباف وتشمل سعيد جليلي أعتقد بأن هؤلاء هم الشخصيات البارزة للأصوليين المجموعة الثانية هي تأتي مساندة إلى الأكثر حظا من هؤلاء وهم زاكاني وغازي زادة هاشمي بمعنى أنهم سيتخلون إلى المرشح الأبرز من التيار الأصولي وفيما يبدو بأن محمدي بما أنه كان وزير إلى روحاني ومغرب من الإصلاحين فبنهاية المطاف اعتقد بأنه يتنازل لصالح بيزشكيان لذلك الآن الانتخابات بين ثلاثية سعيد جليلي غالباف وبيزشكيان وفيما يبدو بأن بهذه السيناريو إذا أراد أن يكون فيما يبدو بأننا سنشهد انتخابات تنجر إلى دورة ثانية لأن نحن نعلم بأن سعيد جليلي وكذلك غالبافيا تمون إلى التيار الأصولي وحتى إلى نفس المدينة بمعنى أنهم من مشهد لذلك كثير من الآراء ربما تتفرق بين نفس القاعدة الانتخابية لهؤلاء وبالتالي ربما سنشهد دورة ثانية أشكرك من لندن كنت معنا البحث في الشأن الإيراني عارف نصر شكرا جزيلا إذن مشاهدين بهذا تنتهي هذه الساعة الإخبارية ولكن للمزيد يمكنكم متابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وأيضا يمكنكم التفاعل معها وزيارة الموقع الإلكتروني الحدث إنجي تلتقيكم على رأس الساعة وأنا أعود وألتقيكم بعد ساعة من الآن